في غضون ذلك أعلنت الولايات المتحدة دعمها الكامل للجيش التركي في الرد دفاعا عن النفس ضد هجمات النظام غير المبررة على مواقع المراقبة التركية وشنت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت هجوما حدا على روسيا مؤكدة أن الطائرات الروسية تنتهك بشكل روتيني اتفاقيات وقف إطلاق النار وادانت كيلي الدعم الروسي للنظام السوري في تدميره للمستشفيات والعنف المتعمد ضد الأطفال والنساء والرجال الأبرياء وقالت أن ذلك يبعث برسالة مخيفة مفادها أن النظام السوري وحلفاه يرفضون جهود مجلس الأمن الدولي لاستعادة الاستقرار في سوريا